وبالفعل يا شباب أنا سحبت من الموقع ده 61 دولار و 80 سنت ولو دخلت على سحب الاموال هنا هيبدأ يجيب لي السجل الخاص بالسحبات هنا 3 دولار 6 سنت هنا 4 دولار 25 سنت هنا 1 دولار 77 سنت هنا 6 دولار 73 سنت وهكذا دي كلها السحبات اللي أنا سحبتها من الموقع ده والموقع فعلا بيدفع فلوس سلام عليكم طبعا بالنسبة للناس اللي متابعين القناة من حضراتكم أكيد فاكرين أني من أسبوع تقريبا كنت عملت فيديو من خلال الفيديو ده شرحت لحضراتكم موقع فيديو اكس فيو الموقع اللي من خلاله تقدر تكسب فلوس من خلال مشاهدة الفيديوهات وطبعا لو حد من حضراتكم لسه ما شافش الفيديو اللي فات الرابط ان شاء الله هيكون موجود في الوصف المهم لو حضراتكم فاكرين برضو أني من خلال الفيديو اللي فات قلت لكم أن أنا هشتغل على الموقع ده أو هجرب الموقع ده لمدة أسبوع وبعد كده هنقل لحضراتكم التجربة بالكامل هل الموقع ده يستاهل ولا لا هل الموقع ده بيدي فلوس ولا لا هل الموقع ده صادق ولا لا طب الموقع ده هيكون مناسب لمين مش هيكون مناسب لمين كل التفاصيل دي وكل المعلومات دي هنبدأ نتعرف عليها ان شاء الله من خلال حلقة النهاردة فمباشرة وعشان خاطر ما تقولش على حضراتكم يلا بينا ندخل في التفاصيل ونبدأ نتعرف على كل حاجة خاصة بالموقع ده أول حاجة زي ما حضراتكم شايفين معايا أنا حاليا موجود داخل إحصائيات الحساب بتاعي هنا بيقول لي رصيدك الحالي 37 سنت هنا بيقول لي المبلغ اللي انت سحبته من الموقع 61 دولار 80 سنت بعد كده بيقول لي المبلغ اللي انت كسبته من الإحالات 76 دولار 87 سنت بعد كده المبلغ اللي انت كسبته من مشاهدة الفيديوهات 30 دولار و 12 سنت هنا عدد الفيديوهات اللي انت اتفرقت عليها وبالفعل يا شباب أنا سحبت من الموقع ده 61 دولار 80 سنت ولو دخلت على سحب الاموال هنا هيبدأ يجيب لي السجل الخاص بالسحبات هنا 3 دولار 6 سنت هنا 4 دولار 25 سنت هنا 1 دولار 77 سنت هنا 6 دولار 73 سنت وهكذا دي كلها السحبات اللي انا سحبتها من الموقع ده والموقع فعلا بيدفع فلوس ولكن ما تاخدش الكلمة دي وتمشي لان في حاجات مهمة جدا لازم حضرتك تعرفها طيب خلونا نتكلم عن ايجابيات وسلبيات الموقع اول حاجة عجبتني في الموقع ده هو موضوع السحب يعني السحب من الموقع ده بيكون فوري يعني المجرد ان انا بعمل طلب سحب المبلغ بيوصل في الحال يعني مش بيقولك استنى 24 ساعة عشان خاطر نراجع او استنى مش عارف ايه عشان خاطر نراجع لا السحب بيكون فوري الحاجة التانية ان الاحصائيات بتاعة الموقع ده حقيقية يعني فعلا اي حد بيشترك من خلالك بيتحسب ضمن الاحالات بتاعتك سواء الشخص ده اشتغل على الموقع او ما اشتغلش على الموقع سواء الشخص ده شحن في الموقع او ما شحنش في الموقع كده كده بيبدأ يتحسب لك ضمن الاحالات الحاجة اللي بعد كده اللي عجبتني فيه الموقع ان الموقع بقاله فترة كبيرة نوعا ما يعني نقدر نقول ان الموقع مش جديد الموقع تقريبا شغال من عشرين اتنين وعشرين يعني تقريبا بقاله سنة بعكس موقع تانية كتير اللي بيكون بقالها خمستاشر يوم بقالها شهر بالكتير انما الموقع ده يعني بقاله فترة كبيرة شغال يمكن دول التلات حاجات اللي عجبوني فيه الموقع إيه بقى اللي ما عجبنيش في الموقع اللي ما عجبنيش في الموقع أولا لو أنت هتشتغل على الخطة المجانية يعني زي ما تفانى المرة اللي فاتت أن أنت عندك أربع خطط عندك حاجة اسمها حساب مجاني حساب برونزي حساب فضي حساب دهبي لو أنت هتشتغل على الحساب المجاني ده مش هتقدر تكسب منه أي فلوس يعني مهما تحقق أرباح ومهما تشاهد فيديوهات ومهما تعمل اي حاجة مش هتقدر تكسب منه فلوس او بالتحديد مش هتقدر تسحب منه فلوس يعني زي ما انتم شايفين هنا بيقولك ايه سحب الاموال غير متاح يعني اذا اول حاجة لو انت هتشتغل مجانا على الموقع ده او مش هتشترك في البقات المدفوعة يبقى انت هنا بتتعب نفسك على الفاضي وريح نفسك وما تشتركش في الموقع الحاجة التانية اللي ما عجبتنيش في الموقع ان انا لو نقلت من خطة لخطة المبلغ بيروح علي يعني ايه يعني زي ما حضراتكم فاكرين في الفيديو الاول انا كنت مشترك في الحساب البرونزي انا كنت مشترك في ايه في الحساب البرونزي ودفحت خمسة دولار لما جيت احول من الحساب البرونزي للحساب الفضي كان عندي رصيد اربعين دولار كان معايا ارباح اربعين دولار لما حولت من الحساب البرونزي للحساب الفضي الاربعين دولار اتخصموا مني وراحوا مني وبالتالي ده شيء سيء جدا يعني انا ممكن اشتغل مثلا على الحساب المجاني احقق 10 دولار 15 دولار وبعد كده انقل على الحساب البرونزي واسحابهم لا لو انت عندك 1000 دولار وحولت من حساب لحساب او حولت من مستوى لمستوى يبقى اذا الارباح هنا راحت عليك دي الحاجة التانية اللي ما عجبتنيش الحاجة التالتة اللي ما عجبتنيش ان انت لو مشترك في الحساب البرونزي مش هتقدر تسحب غير لما يكون عندك احالات يعني انا السبب اللي خلاني احول من المستوى البرونزي للمستوى الفضي ان انا كان عندي 40 دولار ومش عارف اسحابهم ليه لان بالرغم من ان انا كان عندي احالات كتير عندي احالات كتير بس اغلب الاحالات دي عشان خاطر كانت احالات مجانية ما كانش بيحسب لي اصادهم نقاط فلو انت مشترك في الحساب البرونزي مش هتقدر تسحب الارباح بتاعتك الا اذا كان عندك احالات واحالات كتيرة كمان يعني مثلا مش يكون عندك 1 2 5 10 لا يكون عندك 100 200 فده برضو هيكون صعب جدا طيب دلوقتي انا هشتغل على الحساب الفضي طالما الحساب البرونزي بيحتاج مني احالات يبقى اشتغل على الحساب الفضي وده اللي انا عملته حولت من الحساب الفضي من الحساب البرونزي للحساب الفضي زي ما قلت لكم اول حاجة خسرتها ان الارباح اللي كانت موجودة معايا اتمسحت كلها وبدأت من اول وجديد الحاجة التانية اللي ما عجبتنيش من اول ما حولت لي الحساب الفضي مفيش ولا فيديو بيظهرلي شايفين مفيش ولا فيديو بيظهرلي وبالتالي موضوع ان انا اكسب من مشاهدة الفيديوهات اصبح غير موجود في المستوى الفضي يبقى انا هنا عشان اكسب لازم اعمل ايه؟ لازم يكون عندي احالات لازم يكون عندي احالات وطبعا المستوى الدهبي انا كده كده مش هجربه لان مستحيل هدفع متين دولار في موقع انا اصلا شاكك فيه اذا خلاصة الكلام الموقع ده عشان خاطر تقدر تكسب منه او عشان خاطر تقدر تربح منه لازم لازم يكون عندك احالات غير كده يبقى انت بتضيع وقت على الفاضي والخلاصة لا انصح بالعمل على هذا الموقع بالنسبة للناس المبتدئين او الناس اللي مش هتقدر تجيب احالات للموقع ده اعتقد يبقى انا هنا وضحت لحضرتك فكرة الموقع بالكامل والموضوع ماشي ازاي في الموقع ده ياليت برضو لو عند حضرتكم اي موقع تاني اي تطبيق تاني محتاجين ان احنا نجربه اكتبولي اسم التعليق او رابط الموقع في التعليقات وطبعا في الختام تحياتي لي الجميع شكرا ليكم سلام عليكم